انعكست أزمة العمالة الفلبينية شحاً في طلبات استقدام العمالة المنزلية واشتعالاً في كلفة الخدم التي لامست 2000 دينار مع اندمام مانيلا إلى اندونيسيا والهند في حظر سفر مواطنيها للعمل في الكويت في وقت طلبت الفلبين بمساواة عمالها بالكويتين وحذر أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية من تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار في مرحلة المكبلة خصوصاً في بعض المواسم كشهر رمضان المبارك وصل وزير شؤون الخارجية العمالي يوسف بن علوي أمس إلى المسجد الأقصى في الكدس الشرقية المحتلة وزار كلاً من كبة الصخرة والمسجد الأقصى في زيارة نادرة لمسؤول عربي إلى الموقع وبحث بن علوي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رامالة القرار الأمريكي بشأن مدينة الكدس أكد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تالرسون من الصرايا الحكومية اللبنانية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة سعد الحريري أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية ولا تقبل أي فرق بين أذرعه السياسية والعسكرية مشدداً على أن الجيش اللبناني هو الوحيد المدافع عن السيادة اللبنانية أطلق خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور يوم الخميس الماضي صندوكاً للأطفال بقيمة 500 ألف دولار في إيلينوي وستستخدم المساهمة التي تم منحها إلى بنك إيلينوي المركزي للغزاء في سبرينكفلد لإنشاء صندوك من أجل تمويل برامج طعنة بتأمين المواد الغزائية للمعوازين موسيقى